اشتركوا في القناة وكيف بذنوب وذنوب يصحبها إسرار دون استغفار ودون ندم وإقلاع وانكسار ربنا لا نحلك ولم ترجاؤنا ربنا لا نضيع ولم تأملنا ربنا لا ندل ولم تملالنا إلهي وخلاقي وحرزي وموعي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لا تقطع رجائي ولا تزغف آمي فإني خائف متضر يوم اللهم يعمل خائفين يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالإنكسار في هذه الساعة يا رب الأرباء ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وعنا نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللبحات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوذ بنعمتك علينا ونبوذ بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إليه الله لذكره فجزاك جبال الكرب والغم والأساء عبد الله إذا اشتد عليك البلاء فاعلم بأنه سوف ينطل وأفضل العبادة انتظار الفرج وأسمى العبادة هو الدعاء دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إلهنا جبار السماوات والأرض خضع كل سلطان لسلطانك إلهنا صار أمر الدنيا والآخرة بيديك إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم على نيتهم وما يكنون إلهنا من لليتام المقهورين من للشيوخ المشردين إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين إلهنا أراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة إلهنا يا سند من لا سند له إلهنا يا عز من لا عز له إلهنا يا غياث من لا غياث له إلهنا يا من رفع السماء بلا عبد وأرسل الأرض على ما إن جمد إلهنا إن قطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك إلهنا أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقاب الدعاء سنة الأنبياء والمرسلين ودأب الأولياء والصالحين ووظيفة المؤمنين المتواضعين قال تعالى أُنَاهِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ الدعاء هو من أفضل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وخيم الغم اشتد الكر وعظم الخط وباقة السبل وبارة الحياة أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُصْقَرَ إِذَا دَعَى إِنَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَمْ أَنْ يُجِيبُ الْمُصْقَرْ إِذَا دَعَى إِنَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ اللهم إِنَّا نَسْأَنُكَ حَيَاةً طَيِّبًا وَنَفْسًا تَغْيَّهُ وَمِيتَةً سُوِيَّهُ وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَنَا فَابَحُ اللهم إِنَّا نَسْأَنُكَ أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا كثير من المسلمين الذين لم يهيئوا أنفسهم ولم يعدوها للمصائب يصابون بحالات من الإحباط والانهيار بمجرد وقوع أي مصيبة حتى لو كانت يسيرة صغيرة فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وحين المصائب إنه سميع قريب إن توطين النفس على المصائب لا يجوز أن يتجاوز إلى حد الوسوسة ففرق بين توطين النفس من أجل أن يوفق العبد للصبر والثبات والاحتساب وبين أن يحول المرء حياته إلى كوابيس وشكوك ووسوسة فتراه كثير القلق والهلع والتشاؤم إذا تأخر أحد قال مباشرة لا بد أن يكون قد وقع حادث وإذا اشتكى أي وجع قال لا بد أن هذا هو المرض الفلاني وأشباه ذلك مما يقع من كثيرين هذا مخالف للفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود أن يكون الإنسان مقيما على طاعة الله مرتبطا به ليثبته الله عند الشدائد والمصائب ومما يعين على الصبق حين المصائب أن يؤمن المسلم إيمانا شرعيا صحيحا بالقضاء والقدر إنه الركن السادس من أركان الإيمان قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء في هذا الكون يسير بقدر الله علمه الله قبل حدوثه وكتبه وقدره وخلقه فالله هو العليم الحكيم ولذلك فإن المؤمنين هم أقل الناس تأثرا بالمصائب وكلما زاد إيمان العبد زادت قوته عند المصائب والناس يقولون من عرف الله هانت مصيبته فإذا كان الأمر قد قضاه الله وأذن به ورضيه فلماذا لا يرضى المسلم بما رضيه الله له تأمل يا أخ المسلم في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف ومع إيمانك أيها المسلم بالقدر لا بد أن تقرن ذلك بتذكر سعة رحمة الله إن الله الذي يقدر هذه المصائب هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم تتلوها كثيرا في يومك وليلتك في الصلاة الرحمن الرحيم ظن بالله خيرا في كل أحوالك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم ظن بالله خيرا لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وقال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له تأمل في النعم التي أسداها الله لك وأهمها وأعظمها نعمة الإسلام نعمة السنة نعمة التوحيد ما مكان هذه المصيبة التي تصيبك بجانب هذه النعم المتكاثرة التي لا تعد ولا تحصى من من المسلمين إذا أصابته مصيبة قال في نفسه لعل الله قد صرف عني بهذه المصيبة ما هو أشد وأعظم حكي أن أعرابية سمعت صراخا في إحدى الدور فقالت ما هذا فقيل لها مات لهم إنسان فقالت ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون من فقه المصيبة أيضا الاحتساب نعم يحتسب المسلم الأجر بالصبر والرضا والحمد قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبرت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة ومن السنة أيضا عند المصائب أن يكثر الإنسان من حمد الله قال بعض السلف لما أصيب بمصيبة قال إني أحمد الله ثلاث مرات عند المصيبة أحمده أولا أن المصيبة لم تكن في ديني انظروا إلى الفقه المصيبة العظمى في الدين أن يبتعد الإنسان عن طاعة الله هذا هو الذي يعزى الشاردون عن طاعة الله البعيدون عن الصلاة المكثرون الغارقون في المعاصي والذنوب هؤلاء الذين يعزون لأن مصيبتهم عظيمة يقول أحمد الله أنها لم تكن في ديني ثم إني أحمده ثانية أنها لم تكن أكبر مما وقعت انظروا إلى الرضا وأحمده ثالثة أنه وفقني للحمد والاسترجاع ما أعظم هذا الفقه ومن السنة قول أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مسبة والشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرىه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذوا اللون كان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى طبرزت الجحيم لمن يرى فأنا من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم سهي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر